السلام عليكم و أهلا بكم فيديو جديد ستوري دريفن جيمز أو الألعاب اللي تحوي ستوري مود أحياناً تكون قصصها خرافية وأحياناً تحوي قصص وأشياء مخك ما يستوعبها من أول مرة واليوم الفيديو عن توب فايف أكتر ألعاب تذهل العقل أو بين قوسين ألعاب تلحس المخ وبدون طول حكي خلينا نبدأ في المركز الخامس أو المعروفة بـ The Numbers Mason وبالمناسبة أمبارح أعلنوا عن الإصدار الجديد من كود باسم Modern Warfare روحوا شوفوها على اليوتيوب رغم أنه اللعبة كود ما فيها شي مختلف أو خارق عن بقية الأجزاء إلا القصة قصتها تحكي عن أليكس ميسن عميل الاستخبارات الأمريكية المكلف بقتل زعيم الثورة الكوبية فدل كاسترو ومن أول ما تبدأ اللعبة حتى القائمة الأساسية تظهرك مقيد وتحت التحقيق والتعذيب كل شاشات التحميل كمان تظهرك تحت التعذيب وأحداث القصة داخلة في بعضها وتخليك تحط ألف تفسير في مخك والمحققين دائما يسألوك عن الأرقام والأرقام وإنت ما بتعرف إيش هي الأرقام وطول فترة اللعب بتفكر إنك مقيد عند الأعداء رح أحاول قدر المستطاع ما أحرق أحداث القصة لأنها روعة بصراحة بآخر القصة رح تكتشف أشياء ما بتخطر لا على البال ولا على الخاطر ورح تعرف إيش الأرقام أو إيش معناهم لأنه أليكس ميسن بطل اللعبة كان مقتنع بشيء وحتى أنت كلاعب عندك نفس قناعة ميسن لكن في نهاية القصة رح تكتشف غير هالشيء تماما وأنا أضمن لك أنك لازم تعيد اللعبة شيء ثلاث مرات لحتى تستوعب القصة الكاملة لهالدرجة قصة بلاك أوبس خرافية والشيء اللي عزز من جودة القصة هو قوة الحوارات والحبكة وأداء الشخصيات وتطورهم في القصة شيء خرافي من الآخر بالنسبة لي من أفضل الشخصيات في سلسلة كود هما أليكس ميسن ووودز من بلاك أوبس وكابتن برايس وماك تافش من مودرن وارفير اللي ما لعبها اللعبة أو ما جرب طور القصة يعمل لنفسه معروف ويجربها ما رح يندم أبدا في المركز الرابع هل سمعت بلعبة قصتها ما فيها حوارات أو نصوص وبنفس الوقت تعتبر من أجمل قصص الألعاب؟ إذا ما سمعت فيها فأكيد لأنك ما بتعرف إنسايد إنسايد هي لعبة إندي يعني مطورة من قبل مجموعة أشخاص قلائل وبالمناسبة يلي بيسأل عن لعبة رائعة للأجهزة الضعيفة هاللعبة أفضل مثال مدت القصة حوالي أربع ساعات أو أقل ومن أول لعبة لآخرها ما في شي بينحكى ولا كلمة ولا حتى حوارات نصية ولا حتى شي مكتوب القصة تروى لك عن طريق جو اللعبة والمناخ والألغاز وتصميم المراحل وحتى الموسيقى الرائعة اللي تعطي اللعبة جو فريد وهذا الشيء اللي يجعل من إنسايد من أجمل ألعاب القصة لأن قصتها فعلا تخليك تفكر وتتساءل مين أنا؟ مين هدول الناس اللي بيلحقوني وبدهم يقتلوني؟ ليش العالم صار هيك؟ ليش الدنيا عتمة بس؟ وين الشمس؟ وين النهار؟ رح تختمها ولسه بالك فيها وعندك ألف سؤال عن اللي صار في قصتها وصدقني لو ختمتها خمس مرات رح أتظل تكتشف أشياء جديدة وتعرف أكتر عن القصة بس بنفس الوقت رح تطرح عشر أسئلة عن كل سؤال بتجاوبه لهالدرجة إنسايد لعبة رائعة في المركز الثالث سبيك أوبس The Line ذكرت اللعبة أكتر من مرة بأكتر من فيديو لأنها بالفعل تستحق الذكر رغم أنه هاللعبة ما حققت نجاحة كبير ميكانيكيات التحكم فيها سيئة جدا على كل الأجهزة الكونسل والبي سي وكونها لعبة شتر مع ميكانيكيات تحكم وتصويب تعبانة هالشي سبب لها الفشل التجاري لكن هذا لا يعني إنها لعبة سيئة قصتها من أكتر القصص الغير متوقعة في ألعاب الشتر بل في كل الألعاب ومحورها عن رقيب في الجيش الأمريكي اسمه والكر تبدأ أنت واثنين جنود أصحابك في مدينة دبي بعد كارثة حصلت فيها وعلى أساس هدفك مساعدة الناس الأبرياء وكمان الوصول لمركز القيادة بعد الضياع في العاصفة الرملية مع تقدمك في القصة تكتشف أشياء غير اللي كنت متوقعه من لعبة شتر بالمرة ممكن تتوقع منها أوكي لعبة شتر تحكي عن بطولات الجيش الأمريكي بس فعليا لا تحكي عكس هالشي تماما ومع نهاية القصة رح تكتشف أن البطل أوكي ما رح أحرق القصة للي حابب يجربها بس كمان هي من الألعاب اللي لازم تلعبها أكتر من مرة لحتى تستوعب إيش صار فيها يعني ليش هالكارثة صارت في دبي وإيش تبابها وبفضل أن اللعبة فيها خيارات عديدة رح تسمح لك تلعبها أكتر من مرة وتشوف عدة طرق بس بالآخر رح تتفاجأ ويمكن المفاجأة ما رح تعجبك بس أنا متأكد أن هاللعبة رح تبقى في بالك بعد ما تلعبها أنا بعد ما ختمتها ضليت أسبوع أفكر يا تر هل ممكن أعمل هيك وتكون الأمور أحسن؟ أو هل ممكن لو أخدت هالقرار وتتغير الحبكة أو النهاية؟ كل هالأفكار خلتني ألعبها مرة تانية وأخد قرارات مختلفة لأكتشف أنه ما رح أقلكم مشان ما أحرق القصة كمان وبالمناسبة اللعبة تشتغل على الأجهزة الضعيفة للي بيسأل في المركز الثاني بايو شاك من أول ما تبدأ اللعبة وأنت في بالك ألف سؤال مين أنا؟ ليش تحطمت الطائرة المقلة؟ إيش هالمنارة اللي بنص المحيط؟ هل تحطم طائرتي ونجاتي واحدة من بين كل الركاب صدفة؟ هل وجود هالمنارة كمان صدفة؟ ولا المدينة الموجودة في قاعة المحيط الأطلسي؟ إيش هدول العمالقة بيك داديز؟ شنون هالمدينة المائية مصممة ومين صممة؟ ليش كل سكانها شبه زومبي؟ وعلى فكرة هاللعبة مش زومبي كل هالأسئلة رح تطرح عليك اللعبة من أول نص ساعة بس أو بالأحرى أنت رح تطرح هالأسئلة ورح تتساءل وبنهاية القصة رح تكتشف شي غير متوقع بالمرة ما رح أحرق القصة مع أن اللعبة صدرت من أكتر من عشر سنين بس الخلاصة رح تكتشف أنك منوم مغناطيسيا واللعبة فيها نهايتين سيئة وجيدة والنهاية ما فيها خيار أنت بتختاره على كيفك نهاية القصة تعتمد على بعض الخيارات اللي تتخذها في اللعبة هالشي بيحفزك تلعبها مرة تانية ولازم تلعبها مرة تانية لحتى تكتشف أو حتى تفهم القصة الكاملة لأن صدقوني النهاية وحدها تحتاج ساعات من التفكير لحتى تستوعبها كل هالأشياء بتخلي بايوشيك لعبة أسطورية وقصتها من أقوى القصص في الألعاب في المركز الأول Portal 2 أمرك سمعت بمصطلح دخلت بالحيط Portal 2 رح تدخلك بالحيط بالمعنى الحرفي للكلمة وهل سمعت بلعبة تصنف من أفضل ألعاب الفيرس برسن شوتر بس ما فيها أي سلاح تصويب؟ يمكن ما سمعت إذا ما بتعرف هاللعبة Portal هي من تطوير العملاقة Valve هالشركة ما بتحب تطلق لعبة بالسوق إلا إذا كانت متأكدة مية بالمية أنها لعبة مختلفة وبأفكار جديدة أحداثها الدور بعد Portal 1 بعد ما تقتل الآلي جلادوس وبسببها تتدمر منشأة Aperture Science بالكامل في الجزء الثاني تصحى ولساتك في نفس المنشأة وبسبب غلط بسيط منك تعيد إحياء الآلي جلادوس ولازم ترجع تدمره مرة تانية بس مش هذا الشيء الخارق في القصة الأشياء الرائعة هي قوة الحوارات والحبكة والتمثيل الصوتي مع أن كل الموجودين في اللعبة آليين بس بتحس أنهم بشر من قوة التمثيل الصوتي والحوارات ولا النكت اللي بيقولها ويتلي وفوق كل هذا نهاية القصة غير متوقعة كمان بالمرة ومن أكتر نهايات الألعاب اللي بتحط بمخك ألف علامة استفهام مثلا هل ممكن الذكاء الاصطناعي يوصل لها المرحلة من التطور؟ أو شلون تأسست هالمنشأة؟ وشلون بتضبط ماتوا مؤسسينها؟ وفي كتير إيستر إيجز بتخليك تفكر وتطلع الكونن اللي داخلك وهذا كله ولسه ما تكلمنا عن الجيم بلاي فيها لأنه مثل ما قلت بورتل تو هي لعبة فرست برسن شوتر لكن السلاح الموجود فيها هو سلاح البورتل اللي بيسمح لك تعمل شقوق مكانية وتدخل في الحيط مثل ما حكيت سابقاً واللي بالمختصر فكرة اللعبة تتمحور على هالسلاح بطل اللعبة أو في هاللعبة بطلة اللعبة هي عبارة عن فأر تجارب في منشأة يديرها ذكاء إصطناعي يعني تصور بني آدم يصير فأر تجارب للذكاء الإصطناعي بدل ما يكون العكس والشي اللي فعلاً مبهر ومختلف عن باقي الألعاب هو الجيم بلاي بذاته يعني ما فيها طخ وتصويب لحتى تقتل شي لازم تحل لغز أو تفتح شق مكاني أو تحرك شي ولو منحكي عن تصميم الألغاز والمراحل ما رح نخلص عن جد تصميم الألغاز في هاللعبة رح يخليك تقول أنا مخي وين طبعاً الألغاز مش صعبة ولا سهلة لكن تصميمها عبقري وكل ما بتحل لغز بتحس حوالك أنشتاين بس بنفس الوقت بتجيك هاي جلادوس وبتقلك ها أداءك متحسن بس لسه ما خلصت اختبارات عليك يعني بتتمسخر عليك علي إي حوالها دا كان كل شي لفيديو اليوم إذا عجبكم ليش ما تشتركوا الاشتراك ببلاش يا جماعة لا تنسوا تفعلوا جرس إشارات ليوصلكم كل جديد كان معكم أخوكم أيمن محمد شكراً لمتابعة والسلام عليكم أوه ولا تنسوا اللايك كمان ببلاش